السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم متابعنا الأكارم في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس حسب آخر حديثات النماذج العالمية فإن كنتم متابعنا الأكارم تشاهدون هذه القناة لأول مرة لا تبقى علينا باشتراك في القناة وضغط لايك للفيديو للتواصل بجديد الحالة الجوية بالمغرب إذن متابعنا إذا فيما خص حالة الطقس اليومي الثلاثة السبع وشد جنبير بحول الله فمن المتوقع أن تهرف المملكة أجواء الناصفية كما يتضح لهم من خلال هذا النماذج ما هو بريح قوي على مستوى الأقاليم الجنوبية للمملكة وكذلك على مستوى السواحل الشمالية للمملكة كذلك وفي المخص كذلك متابعنا أكارم مع حالة الطقس بعد زوال يومي الثلاثة بحول الله وقوتي فمن المتوقع أن تستمر الأجواء في الاستقرار في معظم المناطق الشمالية والوسطى من المغرب مع نزل البعض الزخات المطارية والتي ستكون مهمة على مستوى منطقات الداخل وكذلك قليبة الفولة أو سرد وكذلك متابعنا الأكارم بوغرا وبوشدور مع حبوب الرياح قوية على مستوى هذه المناطق أما في ميقص متابعنا إذا المناطق الوسطى من المغرب فستعرف بدورها وبوبرياح متوسطة السرعة كما يتضح لنا من خلال هذا النموذج وكذلك من المتوقع بحول الله أن تعرف المناطق الشمالية من المغرب وأن الصافية مع حبوب الرياح شرقية متوسطة على مستوى الواجهة الشرقية للمملكة وفي ميقص متابعنا إذا حد التقس اليوم الأربعاء بحول الله وقوتي فمن المتوقع أن تستمر الأجواء في الاستقرار على مستوى المناطق الشمالية من المغرب وذلك خلال الفترة الصباحية بحول الله وخلال فترة بعد الزوال بناء المتوقع أن تعرف المناطق الجنوبية نزول زخات المطارية على مستوى الصمارة وكذلك بوغرا واجدرية مع ببريح قوية على مستوى هذه المناطق واستقرار الأجواء على مستوى المناطق الوسطى للمغرب وكذلك المناطق الشمالية من المملكة هذا في مقص متابعنا إذا حالت التقس الخاصة بيوم الأربعاء كذلك بالنسبة متابعنا الأكارم لمساء يوم الأربعاء دائما من المتوقع أن تستقر الأجواء على مستوى المناطق الشمالية من المغرب مع نزول زخات المطارية على مستوى المناطق الجنوبية كم يتضح لنا باللون الأزرق وفي مخص متبناء الزاحة الضغط اليومي الخاميس كذلك صباحا بحول الله فمن المتوقع أن تستمر الأجواف الاستقرار على مستوى مناطق الشمالية والوسطى من المغرب وكذلك هبو بريح قوي على مستوى المناطق الجنوبية ونزول الزخات المطرية على مستوى أقالي من الجنوبية ويهم الأمر قليبات الفولة وكذلك بوكراها السمارة بونستورة وكذلك نزول الزخات المطرية الضعيفة من المتفرق على مستوى الجريفية وكذلك مزينة الدخل ومن المتوقع متابعين الأكارم تعرف كذلك هذه المناطق هبو بريح قوية على مستوى هذه المناطق إذن هذا فيما يخص صباح يوم الخميس بالنسبة لكذلك بعد زوال يوم الخميس القادم بحول الله فمن المتوقع دائما تعرف المناطق الجنوبية نزول الزخات المطرية التي ستكون قوية على مستوى متابعين الأكارم على مستوى قلبات الفولة وأوسر الدب وكذلك على مساوى تشلة وعلم حريزة كما يطلح لنا من خلال هذا النموذج إذن هذا فيما يخص متابعين الأيزة حالة الطقس الخاصة بهذا اليوم وكذلك على الأيام القادمة لا تنسوا متابعتنا لتوصل بجديد الحالة الجوية بالمغربة وعدمتم في رأي الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة